اليوم الكليتشة العراقية الهشة والمفبوطة اللي طلبتوها وديت انتظروها لكن هالمرة مو الكليتشة الهشة اللي تكون بشكل نثري أو بشكل بسكت لكن تكون طرية ولينا هالكليتشة يسموها الكليتشة الصمونية أو اللي تشبه الشرك لكن طبعا عجيناتها تختلف تماما عن الشرك والصمون لتشوفو قوامها شقاط طرية وراح تشوفوها من جوة هذه الكليتشة ذوب ذوبان بالفم وما ينشبع منها راح نسويها بشكل سهل وبأشكال حلوة وبسيطة لكن إذا تريدوها تضبطعتكم لازم تسمعون الملاحظات اللي راح تكون على طول الفيديو إذا حبيتوا الفيديو سووا للايك إذا ما مشتركين بالقناة اشتركوا وفعلوا الجرس وتعالوا خلوا نبدي دائما نبدي بالحشوات قبل من جهز العجينة عنتي هناك كيلو واحد من التمر من زوء النوة يطلع كلش أطيب هو أو إذا تمر بنوة وإحنا نظفناه من أنه نستخدم العجوة إذا ما متوفر ممكن نستخدم العجوة لكن هذا التمر يكون قوام أطيب بالكليجة إحنا خليتها على نار هادئة ويا ملعقة كبيرة من الزبدة حركتهم إلى أنصار مثل المعجون بعدين ضفتنا ملعقة كبيرة من الهيل وراح استمر أحرك والنار لازم تكون هادئة حتى لا يصير بكتل قوية ويحترق وهذا هو قوامة رح أخليه على الجهة هسا أبدي بحشوة الجوز الجوز حبيت أطحنة بمحظرة الطعام نص نائم نص خشن ممكن تثرموه بالإيد ممكن تثرموه بأي مكينة ثانية لكن أنا حبيت اليوم أسويه بمحظرة الطعام ضفت لها ملعقتين صغار من الهيل وراح أضيف لها 3 ملعقة كبيرة من القطر أو الشيرة الثخينة الفيديوهات الكليتشة الاثنين اللي أنا منزلتها بالقناة كنت أضيف سكر وهيل وشوية عصير برتقال حشوة الجوز وهمينة كانت تطلع كلش طيبة لكن في اليوم كنتم سوي حشوة معمول وزادت أندي واللي هي نفذها الطريقة طبعا وحطيتها بالكليتشة شفتها كلش أطيب وكلش أسهل بالشغل رح أضيف ملعقة صغيرة من الزبدة تنضيفت قوام كلش حلول للحشوة وتنطيلها لمعة رح أخلطها كل الزين طبعا هالحشوة نقدر نكتلها ويكون الحشو بيها كلش سهل وبنفس الوقت ممكن أن تكون نثريا شوفوا هذا قوامها إذا شفتوها كلش متماسكة بخولها شوية كم نقطة مي وراح تضبطوا إياكم وهذا السمسم للكليتشة الفارغة خليت نسكوا من السمسم الأبيض ابطاوه على نار كلش هادئة إلى أنشقر لونه بعدين ضفت لها ملعقة كبيرة من السكر وشوية هيل وراح يكون جاهز وهاي الحشوات كلها جهزت وهي حشوة الحلقوم سويتها وقصيتها بهالشكل هذا إذا تريدون أن أنزل الوصفة بالقناة اكتبوا لي بالتعليقات هسا راح نروح على تحضير العجينة عندي كيلو واحد من الطحين الأبيض متعدد الاستعمالات للكليتشة دائما استخدموا طحين يكون فاخر حتى الكليتشة تطلع مضبوطة وياكم إذا ردتوا تقيسوها بالأكواب المعيارية تجيبون الكوب هاشكل تترسوه بالملعقة تدقدقوا كل الزين وبعدين تساوون السطح بالسكين الكيلو الواحد يقعدل سبع أكواب معيارية راح أضيف ملعقتين كبيرة من السكر وملعقة صغيرة من الملح لأن أنا راح أستخدم الزبدة المملحة إذا خلته زبدة غير مملحة خلو ملعقة ونص صغيرة بالنسبة للخميرة راح أخلي ملعقة صغيرة ونص يعني ملعقة كوب ونص عادة أحنا ما نخلي هواية خميرة بالكليتشة لكن هاي الكليتشة نريدها لينا فرح نخلي لها ملعقة ونص وحتى ريحت الهيل تفوح بالكليتشة الأفضل أنه نطحنها بالبيت وحتى لا تسمر الكليجة اجي على الغطاء ما للطاحونة الشي الملعقة ونص صغيرة من هاي البودرة هذي نهائيا ما تسمر لي العجينة واذا عدكم الهيل اصلا مطحون فحتى لا يسمر لكم العجينة تنخلوه ضروري كلش حتى الخشن يبقى فوق والناعم ينزل جوا رح اخلطه وهنا نسيت اضيف الفانيلا رح اضيف ملعقتين صغيرة من الفانيلا ويالهيل تنطيف الطعم وريحة كلش طيبة للكليجة المادة الدهنية اللي نستعملها بهالكليجة حتى تكون لينا هي الزبدة انا مستخدمة هنا 400 غرام من زبدة لورباك الحيوانية تعادل بالاكواب المعيارية كوبين شوفوه الزبدة لازم تكون ذايبة بدرجة حرارة الغرفة اذا كنتم سيحين الزبدة وتقيسون منها كوبين ضروري كلش تخلوها تبرد تماما وبعدين نضيفوها على الطحين حتى لا تسمر العجينة يفضل من استخدم الدهن بهالوصفة لان الدهن يخلي الكلية تكون متفتتة مثل البسكت وما نستخدم الزيت لانه وورا فترة يخليها يابس نفركم كل الزين الى ان نتأكد انه ذرات الطحين كلها هالشكل اتغلفت بالزبدة هس رح نجيب الحليب اللي لازم يكون دافي ليكون بارد ولا حار انا مذوبة ملأقتين طعام حليب بودرة لكل كوب من الميت دافي ينطي طعام اطيب للعجينة ممكن تستخدمون الحليب السائل العادي طفت بالبداية كوب ونص ما رح اضيف كوبة من البداية لانه اريد اتأكد من قوام العجينة اللي عندي طحين عن طحين يختلف لذلك اضيفوا بالبداية كوب ونص وارجعوا هالشكل لمو العجينة الى ان تشوفون تحتاج بعد سواء اللولا هنا شفت اكوت كتلات للطحين مواصلها الحليب فراح اضيف نص الكوب الباقي واستمر اللم واعجن الى ان اشوف قوام العجينة هاي العجينة ويلا منعجنها شوية لانه هي تحب العجن حتى تكون الكليتشة لينا تختلف عن عجينة الكليتشة اللي تكون مقرمشة وبشكل البسكت شوفوا هنا حسيت بعدها قوية رح اضيف ملعقتين كبيرة من الحليب السائل وارجع اعجن يعني مجموعة الحليب اللي ضفتها الكيلو واحد طحين هو كوبين بالاكواب المعيارية وملعقتين كبيرة هسا العجينة نجند ونلمد اندي زين شوفوا هذا قوامها لازم تكون شوية لينة ومتماسكة بنفس الوقت رح اغطيها واخليها بمكان دافي حتى تختمر ويزيد شوية حجمها عادة اني اشغل الفرن دقيقتين ثلاثة بس شوية يحمى واطفي وبعدين ادخل العجينة بي هنا اخذت اقل من ساعة وصارت بالشكل هذا طبعا احنا هالعجينة نخمرها اكثر من عجينة الكليتشة العادية اللي تكون نثرية لانه هالعجينة نريتها انه تكون لينة يعني الكليتشة بيها تكون لينة رح اقطعها هالشكل حتى الكرات هذي تكون مرتاحة لما اجي اشكل منها الكليتشة قسمتها لست كرات رح اشيل اول واحدة اشتغل بيها والباقي رح اخليها بغرفة باردة لانه المطبخ كان عندي كلش حار فمردتها تتخمر كلش زايت عن اللزوم رح ابتي بكلاجة التمر العادية اللي تكون بشكل رول جبت نايلون هالشكل هو كيس مع المطبخ فتحتها وخليت لشوية نقطة زيت وبعدين خليت كرة التمر عليه وحطيت فوقها نايلون همينة ورح ابدي الشكل افتحها بالشوبك رح احاول ارققها بحيث تكون كلها بمستوى واحد شوفوا يعني الشكل الضوة يبين منها هذا هو سمك التمر يعني لا اسويها سميكة ولا اسويها كلش خفيفة بعدين رح اجيب قطعة العجين اللي اندي وابدي افتحها احاول دائما اضبط قياس العجينة على قياس التمر اللي فتحتها طبعا مرات متنضبط يعني اذا تكون العجينة اكبر ممكن اقص اطراف العجينة اذا يكون التمر اكبر ممكن انه اقص اطراف التمر شوفوا هنا دا احاول بس اضبط القياس هنا شفت التمر طالق زايد فرح اقص منه شوية بعدين شلت النايلون الفوق ورح ارجع اقلب هالشكل على العجينة واحاول اضبطها وادوسها هالشكل حتى التمر يقعد على العجين وهنا هم عندي شوية زيادات رح اشيلها وهسه رح ابدي الفه بشكل رول احنا قد نلف الرول نضبط ايد نشكة من اكتر حتى يكون شكلها مرتب وليكن اكو فراغ بالنص انا هاي الدائرة رح اسوي منها رولتين لانه ما ريد حجم الكليجة يكون كبير وشوفوا هذا المكان ما للحافة الاخيرة ضروري كلش هذا الشكل نلزقه حتى يكون شكل الكليجة مرتب وما تنفتح بالفرن طبعا هذا الشكل رولات التمر من الاشكال التقليدية واللي كلش حلوة واسهل شكل تقريبا يعني بوقت كلش قصير نقدر انه نكمل صيني او صينيتين من هالشكل هذا شوفوا الشكل ده اسد هاي الحافة وهذا الخط لما رح اقلبها واقصها ضروري يكون بالقاعدة لانه هذا اذا كان فوق لما نخليها بالصينية بالفرن رح ينفتح ممكن يخرب شكل الكليجة نجيب سكين حاد وابدي اقص واذا شفت صار تمر على السكين كل شوية وشوية امسحها بمنديل نظيف وهس مباشرة اول ما اكمل تشكيل الكليجة مباشرة اخليها بالصينية ما اخلي الكليجة تبقى على الميز لانه اذا ارتاحها لما رح اشيلها رح يخرب شكلها واني سويت طوبة ثانية مع العجين حتى الصينية تنترس من كليجة التمر هس الشكل الحلو بتزين كليجة التمر اللي هي تقليدية هالشكل نجيب شوكة تكون صغيرة ونبدي نفقبها من فوق اخليها ترتاح الصينية تقريبا 10 دقائق هس رح اجي اسوي خليط التلميع انا اسوي عادة صفار البيض بس وهذا البيض الباقي سويت لكم منه اقراص جوز الهند ونزلته بالقناة منه يومين ثلاثة ممكن تستخدمون البيض كله لكن الصفار واحدة يخليها تكون كلش دهبية ضفت لها ملعقة صغيرة من الفانيلا وهس رح ابدي هالشكل امسح الكليجة واحدة وحدة ومنخلي هوايا بيض على الفرجة يعني بس شوية على قد كليجة او كليجتين حتى شكلها يكون مرتب وبنفس الوقت ليلة وس الدنيا وينزل على الصينية ناس رح ادخل هالفرن وبهالأثناء رح ابدي اشكل شوية حشود الجوز الفرن لازم يكون حار على درجة حرارة 200 درجة مئوية اخلي الصينية بالرف الوسط واشغل النار من فوق ومن جوه تبقى عينا على الفرن هي تطول تقريبا 10 دقائق لكن لازم تبقى عينا عليها نراقبها اذا شفناها من جوه لتحمر زايد نرفعها فوق اذا شفناها بالعكس ننزلها جوه وهالكليجة اللي انا نريدها لينا وصمونية فاول ما يضربها الهوى تقريبا 10 دقيقة الى دقيقة تطلع الحرارة منها نغطيها هالشكل بفوتة نظيفة خليها على الجهة الى ان تبرد ومنكشفها نهائيا الى ان اشوفكم الشون نخزنها بحيث تبقى طرية ولينا مسا رح اشوفكم طريقة سهلة لباقي الحشوات هالشكل فتحنا العجينة مثل حشوة التمر وجبت استكانة او نجيب اي قدحة صغير هالشكل نقطعها رح اشيل هذا الزايد اخلي ويا العجينة الباقي وهذه الدوائر رح اخليها واحدة فوق اللوخ حتى ترتاح هس من هالقطع رح احشي باقي الحشوات رح اجيب حشوة الجوز طبعا هذي الطريقة التقليدية اللي اغلبنا نعرفها لما نطبق العجينة على بعض ضروري انه نسد الاطراف وبعدين رح نبدي نبرم احنا نبدي نبرم مش قد ما نقدر ندوس ايدنا قوي على البرم هذا لانه هالعجينة عادة نبقيها ترتاح ولما ترتاح شوية البرم ينفتح ادنا وهذا البرم لما نوصل الاخير يا اما شكل نقصه وراح اكمل وحده واقلبها ياما بعد ما اكمل البرم رح الفه وانزله جوه الكليشاية حتى لين فتح انتي بالشوي شوفوا هالشكل رح الفه وانزله جوه الكليشاية هذي طريقة حشو كليشة الجوز هسا عندي حشو الحلقوم رح نحشيه بطريقتين نفس الدويرة هذي رح اشيل قطعة مربعة اخليها بالنص وكمية الحشو طبعا حسب الرغبة رح اشكل اسدها اهم شي انه اسدها كل جزين مكان اسد هذا رح اقلبه بحيث يكون القاعدة بالصينية حتى لين فتح بالشوي رح اضغط عليها الشكل كأنه مدى اسوي كبة حتى ينتظم شكلها وبعدين رح اجيب مقص مع المطبخ او اجيب سكين وهالشكل اقصها بهالطريقة بحيث تنطيني شكل الوردة ورح اشيل شوية من الحلقوم رح اكور بيدي ورح اخلي بالنص حتى تنطيني هذا الشكل الحلو وهسا من نفس هاي الدائرة شوية بس رح اطولها تصير طولانية رح اخذ قطعة حلقوم ثانية افرشها واخليها بالنص ورح اسوي شكل ثاني هسا همينا لازم اسد كل الزين شوفوا لما دأسدها رح اقلبها بحيث مكان السد لازم يكون بالقاعدة رح اقلبها وارجأ اضغط عليها مثل ما قلت لكم كأنما دنسوي كبة رح اضغط عليها وبعدين رح اجيب مقص او اجيب سكين لما اجيب سكين لازم اكون حاطتها على الميز واقصها هالشكل بحيث تنطيني شكل الورقة طبعا هالاشكال كلش حلوة بنفس الوقت طريقة تشكيلها كلش سهلة وهالاشكال وغيرها موجودة في فيديو الكليتش السابق اللي انا مسويتها ومنزلتها بالقناة ورح اترك لكم الرابط مالتب نهاية الفيديو اذا تريدون تشوفوا هس رح نجي على الكليتش الفارغة اللي هواية من قدنا نحبها رح امسحها الشكل بصفار البيض وبعدين اغمسها بالسمسم كلها رح يلزق عليها اذا ما تريدون تستخدمون البياض بشي ثاني ممكن هالكليتش الفارغة تمسحوها بالبياض حتى تقتصدون بالصفار ولا تفتحون بيض بعد بدتشوفون نفس الشكل ما الوردة والورقة حشيتها بالتمر هس رح اغطيها بنايلون الصينية وابقيها تقريبا 10 دقائق حتى ترتاح لان احنا نريد هالكليتش تكون لينا كليتش تتمر بالبداية خليتها ترتاح زين لكن ما غطيتها الافضل انه نغطيها حتى لا تتيبس هس رح امسحها بالصفار ما البيض وبنفس الطريقة رح ادخلها الفرن وهاي الصينية الثالثة سويتها من حشوة الجوز والكليتش الفارغة هالكمية هذي كلها انطتني 3 صواني ونص النص الصينية الاخير ما صورتها لان كان بالزيادات والحافات والقطع الزايدة خليتها بيها دتشوفون جمال الصينية ودتشوفون جمال الاشكال نهلم عكلها لان خلينا صفار بيض دتشوفون القاعدة شون مستوية ودتشوفون القطع الشقطرية ولينا هس حتى نحافظ عليها هي لينا رح نغطيها مثل ما قلنا مرحلة التخطية كلش مهمة تخلي القطع انتي تبقى لينا وما تتيبس وهاي الصينية الثالثة همين طلعتهم رح ننتظرها نص دقيقة بس شوية يطلع البخار منها ودتشوفون طراوتها ونرجع نغطيها وهاي الكمية اللي طلعت لي من كيلو واحد من الطحين وزنتها طلعت ثلاث كيلوات إلا ربع يعني صدق بيها بركة ودتشوفون قوام الكليشة من جوة تخبل وتذوب ذوبان بالفم نرجع ونقول حتى الكليشة تكون صمونية لازم نزيد كمية الخميرة نعجنها أزيد من الكليشة العادية ونخليها تختمر وقت أزيد ولما نخليها بالصواني قبل ما تدخل الفرن نخليها ترتاح أقل شي 10 دقائق ونغطيها وبعد ما تطلع من الفرن بعد نص دقيقة أو دقيقة نغطيها بفوطة تكون ثخينة حتى نحافظ عليها طرية وبعدين ضروري كلش حتى نحتفظ بالكليشة طرية لازم لما تبرد بالصواني مباشرة نخليها بحافظة مثل هذه وتكون محكمة الغلق ونبقيها بالمطبخ بالحافظة ساعة أو ساعتين نشوفها لينا ندخلها المجمدة وتبقى أشهر بنفس القوام أنا متأكدة الوصفة رح تأجب أي واحد رح يجربها لما تجربوها يكتبوا لي عن رأيكم بها بالتعليقات وأشوفكم على خير في فيديو قريب جاي وألف صحة وعافية مقدما ترجمة نانسي قنقر